اشتهرت مملكة البحرين منذ القدم بصناعة الأبواب الخشبية التراثية ذات النقوش والزخارف الجميلة والتي لا تزال شواهدها حاضرة حتى يومنا هذا معبرة عن حضارة وشرح لثقافة وواجهة تراثية فنية صممت ونفذت من إبداع الحرفيين جمال شاهين بدأ مزاولة مهنة صناعة الأبواب الخشبية منذ سنوات عديدة وفي التقرير التالي يصل لنا ذكرياته مع هذه المهنة في أحديد هاليز لمحرق تقع ورشة الحرفي جمال شاهين فمنذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء يكرس جل وقته في ورشته لصناعة تلك الأبواب الخشبية حيث اكتسب هذه الحرفة وتعلم أصولها وفنها من والده وعمومته الذين عرفوا وتميزوا بهذه الصناعة قديما ومنذ سنوات طوال لا يزال جمال شاهين يقاوم الزمن متشبثا بحرفته في صناعة ونقش الأبواب الخشبية لما تحمله من قيمة وأهمية في التاريخ والتراث البحريني المجتمع البحريني في الصراحة في الثمانينات وفي السبعينات اعتزل عن شغلة الأبواب الخشبية المنغوشة يعني كادت تموت الشغلة لكن تالي في نهاية الثمانينات يعني في ناس رأت أنها لازم تسوي المجالس الغديمة وتسوي العمارة الغديمة فردت تحيي الشغلة هذه أنا أحب أن ناستي تتعلم أحب أن ناستي تتدرب وتشوف الشغلة هذه شلون علشان الشغلة هذه ما تموت يعني أنا يمكن في السوق آخر واحد أشتقلها الحين في هذه الشغلة قديما كانت الأبواب التراثية تزين واجهة المباني وكانت تعتبر قطعا ثمينة في البيوت فهي دليل على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأصحابها فتأخذ الأبواب مسميات وأشكال وأحجام وزخارف مختلفة ورغم انتشار التقنيات الحديثة في النجارة إلا أن النقش على الأبواب يكون بالطريقة التقليدية حيث يقوم الحرفي جمال شاهين بنقش الخشب يدويا باستخدامه أدواته البسيطة ليمنح هذه النقوشة جمالية ودقة لا متناهية كثير من الأبواب نستعمل خشب السوج والنقشات موجودة فيه نقشات هندية خذناها من الهند لأن فيه أبواب يات من الهند وبعدين نحن البحرين تموا يغلدونها يغلدون نفس النقشات وفيه أبواب لان صنعت في البحرين من البداية فيه النقوش ذي له أسامي فيه البيذانة وفيه الكازوة وفيه السلسلة وفيه الدرع فيه أسامي كثيرة له الأبواب البحرينية قوية لأنها تصنع من خشب سوج ما بيتغير وبتم على مدى السنين الحين الناس رجعت على الأبواب ذي القديمة وتم تتزين به بيوتها ومجالسها وفيه صار شغل على ذي الأبواب الحين هناك الكثير من الأبواب التراثية في الأحياء القديمة لا تزال ثابتة بصلابتها أمام المرة وأمام كل من تأخذه جمالية نقوش الأبواب للتأمل نحوها وللتعرف على حقبة زمنية جميلة من تاريخ البحرين فهي أحياء سكنية حية بتفاصيلها وتراثها وتنبض دائما بالأصالة والعراقة الأبواب التراثية هي الواجهة الفنية للبيوت البحرينية وتعبير عن الحضارة والثقافة التي أبدع الحرفيون البحرينيون في صناعتها منذ قديم الزمن لتحمل هذه الأبواب في نقوشها ذاكرة وتقاليد الشعوب وأبرز ما يميز عمارة البحرين التقليدية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ت civilization مرحي المتعقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشترك في القناة اشเศж ترجمة نانسي قنقر اشترك في القناة معallenCI قنقر